اهلا بكم من جديد تم التوافق عليه في هذا المصار واعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في عام 2015 كما ناقش الطرفان ترتيبات الزيارة المرتقبة للحمدوك الى القاهرة وعديسة بابا وينضم الينا من الخرطوم خالد التيجاني رئيس تحرير صحيفة الاف وينضم الينا من الدوحة ياسر كمال الغرباوي مدير مركز التنوع لفضي النزاعات أهلا بكم معايا وأبدأ مع حضرتك أبدأ معاك أستاذ خالد أهلا بحضرتك معايا وخلينا نبدأ من بيان مجلس الوزراء السوداني اللي حمل عنوان أن مصر والسودان تؤكدان تمسكهما بمصار واشنطن هل يعني ده عمليا تغير الموقف السوداني وأنه أصبح يميل إلى كفة مصر خاصة أن الموقف الإثيوبي معروف أنه رافض لكل مفاوضات واشنطن ويسعى إلى بدء مصار مفاوضات جديد بالرعاية أفريقية هناك أول مراحصات متعلقة بهذه الزيارة هذه الزيارة الثانية لللواء عباس كامل للخرطوم يعني خلال شهر واحد وهي الزيارة الثانية بعد انهيار الجولة الأخيرة للمفاوضات واشنطن المزال الثاني أيضا تأتي بعد يوم واحد من توتر في العلاقات السودانية الأسيوبية على الحدود في نزاح حدوده حول منطقة عرفة الفشقة في شرق السودان بيان كذلك يلتغى الوفد المصري أيضا بالرئيس الميليس السيادة البرهان فيما يتعلق بالبيان البيان مختطب للغاية وفي تقدير لم يحمل جديد هو يتحدث عن استئناف مسار واشنطن وهو نفس الموقف السوداني القديم الذي يتحدث عن أن يجب أن يكون هناك استمرار للطفاوض بمشاركة الأطراف السلاسة بمشاركة الثيوبية الآن الثيوبية لاتفزالة غائبة عن هذا الحراك الذي يحدث الآن في زيارات متبادلة بين السودان ومصري كان أيضا نائب رئيس ميليس السيادة الحميدة أيضا ظهر الغاهرة قبل أسبوعين تقريبا وقدر حول حديث حول نفس الموضوع وبالتالي الموقف السوداني المستمر هو أن يتم استئناف مفاوضات واشطو من حيث انتهت الخرطوم تتحدث عن أن هناك اتفاق بدرية كبيرة جدا حول آخر مسودة تم تقديمها للأطراف ولكن ربما لأسباب خلية خصوص الطرف الأسيوبي لم يشارك في هذه المفاوضات وبالتالي الخرطوم لم توقع كما في ارتداء ذلك الغاهرة لهذه المسودة باعتبار أن هذا الاتفاق يتم يتعلق بأطراف الثلاث وبالتالي يجب أن يكون التوقيع حتى يكون عنده معنى وعنده قيمة فعليا يكون هناك توقيع من أطراف الثلاثة بذل الأخرى متعلقة أيضا بمسائح حميدة عن الخرطوم هي تقول أنها ليست وسيط بين القاهرة والأسيوبيا هي أيضا لديها مصالح فيما تعلق بهذا الموضوع وبالتالي هي قضيتها الأولى المدافعة عن مصالحها الحفاظ على حقوقها ولكن في نفس الوقت هي تحاول أن تضمن أن يكون هناك نوع من التعاون بين الأطراف الثلاثة وبالتالي المزع الذي كان تم الحديث عنه لزيارة حمدوق للقاهرة وما كان الغرض الأساسي منها هو حس الأطرافين العودة إلى واشنطن يستهنى في التفاوض من حيث انتهى في آخر مرة طيب أستاذ زياسر خليني أسأل حضرتك في البداية بشكل عام إي قرأتك للخبر أن مصر والسودان تؤكد أن تمسكهما بما صار واشنطن قرأتني الخبر أن هناك تحول أساسي في الموقف السوداني مقارنة بموقف السودان المتحفز على قرار جامعة الدول العربية الذي كان في صالح الموقف المصري ضد أثيوبيا فهذا مقارنة بالموقف الذي حصل في جامعة الدول العربية فيعد تحول نحن أمام موقف المصالح متضارب أثيوبيا طرى سد النهضة مسألة وجود وحلم وطني السودان يرى في سد النهضة فيه ثلاث مصالح كهرباء رخيصة ضبط مياه في النير الأزرق توصف الرقعة الزراعية مصر يرى أن السد هو تهديد وجودي لتدفق المياه في اتجاه الشمال وحلمان مصر من المورد الرئيسي فهي في سجال كبير والتغير المواقف في هذه المرحلة سيكون وارد أيضا لا يمكن أن ننسى أن في يوم 2 إبريل تم عمليا مد الخط الكهربائي والربط الكهربائي بين القاهرة وما بين الخرطوم فهذه أول مصلحة حقاقت للسودان في الحصول على كهرباء رخيصة مؤكدة مقابل عدم انتظار كهرباء التي ستنتج من سد النهضة فالذي حصل الآن هو كسب بالنقاط في المصاري المصري في إطار الحركة الدبلوماسية مع وزير الخارجية ورئيس المخابرات في كسب مواقف دول شرق أفريقيا وتحديدا دول حوض النيل مقابل حراك أيضا أثيوبي حميم في جنوب السودان وفي أغندا وحتى في الصومال فهناك تحول حقيقي إلى الآن في الموقف السوداني سيد خالد خليني أقول لحضرتك رئيس الوزراء السوداني كان قد أبلغ وزير الخزانة الأمريكية سابقا أن بلاده تقدر تلعب دور الوسيط ما بين مصر وما بين أثيوبيا هل تتوقع فعلا أن السودان تقدر ترجع أثيوبيا إلى طولة المفاوضات في واشنطن مرة أخرى؟ أؤكد مرة أخرى السودان يحدث عن أنه هو طرف في هذه التفاوض هو ليس وسيط الوسيط هذا يعني طرف لا يعني مصلحة أو لا علاقة له مباشرة عندما يتوصل بين طرفين الحكومة السودانية في آخر بيان رسمي صادر المنزارة الرية قبل يومين تحدث عن أن السودان ليس وسيط السودان طرف يبحث عن مصالفه أيضا من خلال هذا التفاوض ما يهم السودان هو أن يكون هناك استئناف للتفاوض وبالتالي ما يبزله هو ليس وساطة ولكن هي حس ولكن أستاذ خالد هذا السودان يعني من واضح أن بالتصريح اليوم أن السودان يميل إلى استئناف مفاوضات واشنطن ونحن عارفين أن طبعا أن جانب الاسيوبي يرفض مفاوضات واشنطن ويرفض إلى العودة إلى مفاوضات واشنطن ويسعى إلى وساطة أفريقية من الجديد هذا موقف قديم أصلا لسودان ليس موقف جديد الخرطوم لندن السحن من مفاوضات واشنطن الخرطوم هي تحفظت على أو تعتقد أنه عندما يكون هناك توقيع حتى يكون عنده معنى ويكون نافذية من تكون أطراف الثلاثة موجودة وحاضرة غياب السيوبيا هو الذي دعى السودان لأن لا يوقع السودان يعتقد أن ما يريده هو من ناحية مصالح متوفرة في هذه الوسيغة ولكن هذه الوسيغة إذا لم يوقع عليها الطرف الأسيوبي لن يتحقق لمصالح مصر ولا حتى مصالح السودان وبالتالي السودان هو الآن يجد نفسه في حالة متنازع في محاولة استخطاب مصر تحاول أن تكسب الموقف السوداني إلى جانبها والسيوبيا كذلك تحاول نفس الشيء تحاول أن تكسب الموقف السوداني إلى جانبها الطرفان حقيقة الآن هما يتناسون أن السودان هو طرف ثالث على وجه المساومة من الأطراف الأخرى. هو أيضا لديه مصالح بنفس الوقت. فلذلك الآن تبدو هذه المواقفة كأنها تتجاهل أن السودان لديه مصلحة يريد أن يحققها من خلال هذه المفاوضات. ولكن هذه المصالح أو المصالح السودانية لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كان طمى في إطار تعاون بحيث أنه يتم توقيع اتفاق متفق عليه بالأطراف الثلاثة. وبالتالي يكون قابل للتنفيذ. ولكن أي اتفاق سناي أو أي اتفاق جزء لن يحقق هذا الهدف بالنسبة للمصالح السودانية. وبالتالي السودان لا يريد نزاع في هذه المنطقة. بالتأكيد سيتأثر سلبا بأي نزاع أو أي توتر في العلاقات الأسيوبية المصرية. وبالتالي هو السودان ليس طرفا أو لا يحاول أن يكون لصالح طرف. ولكن يبحث عن مصالحه في إطار تعاون يجمع كل هذه الأطراف. وبالتالي ما ذكره وزير الرئيس الوزراء ليمونوشن هو أن السودان يريد أن تكون هناك استقناف في التفاوض في واشنطن. ولكن طبعا الأسيوبين دموقفين. أعتقد أن الوزر المتحدة الأمريكية فرض عليها ضغوط. وبالتالي لديها حفظات على ما يمكن تعتبره ضغوط أمريكية عليها للتوقيع. ولكن هذا شأن أسيوبيين. ولكن بالنسبة للسودان هو يريد أن تكون هناك عودة للتفاوض. أن يكون هناك استكمال للنغاة العالقة. وبالتالي يتم توقيع الاتفاق يكون مردي للأطراف الثلاث. أعود مرة أخرى أستاذ ياسر. وخلينا بنظرة سريعة على مصار المفاوضات التي امتدت ما بين الدول الثلاثة على مدار أعوام طويلة. هل بتغير الموقف السوداني الآن ممكن فعلا يحدث تغير كبير في عملية المفاوضات حول استد النهضة؟ أنت حرك التفاوض والنزاع ليس جديدا. ومستمر أخذ أشكال المختلفة. يعني 2015 كان فيه علام مبادئ. وكان فيه جوه من التفاوض. مصر قدمت نية سليمة وأياد بيضاء عندما اعترفت بحق أثيوبيا في بناء السد. مع وضع شروط عدم الإضرار بدول الممر ودولة المصب. مصر والسودان. ثم جاءت زيارة رئيس الوزراء الأثيوبي إلى القاهرة. وزيارة الرئيس السيسي إلى أديس أبابا. ولكن دخول التنافس السياسي داخليا. مع أبي أحمد في أثيوبيا والصراع الانتخاب الموجود. فرض مزايدة داخلية أثيوبية على ملف السد. أيضا احتياج النظام المصري أن يكسب نقاط كبيرة جدا. تعطيه مصداقية سياسية. خاصة بعد اللغة حول طران وصنافير. أيضا ألقى بظلاله على المحادثات. فالتغير الدولي الحاصل والتغير المحل الحاصل. كل هذا يجعل هذا الأمر منفتح على كل المسارات. قد يكون هناك تقدم من الطرف المصري اليوم مع السودان. وممكن غدا في دول إغراءات الأثيوبي يحصل تحول أيضا في الموقف السوداني في هذا الاتجاه. الخلاصة في التفاوض نقول لابد أن نركز على المصالح وليس المواقف. مصر ليست ضد بناء السد. ولا السودان ضد بناء السد. الخلافة الآن تحديدا على فترة ملء السد. ملء السد في ثلاث سنوات يعني مجاعة مائية لمصر وللشعبها. ملء السد في سبع سنوات سيعني انخفاض الحصة المائية لمصر بقرابة 25%. ملء السد على سبع سنوات أو أزياد أو عشر سنوات سيعطي مصر فرصة لتدبير أمورها الداخلية في توفير مصادر مياه أخرى. فأنا أدعو كل الأطراف أن نركزوا على المصالح وليس على المواقف. الفاوضات. يعني نربما نقترب من الدخول في صراع خشن. قربما عواقبه غير محمودة. لأن مسألة المياه أمن قوم مصري حتى خارق سياق التفكير. الرئيس السادات عندما قيل له هناك مشاريع بناء سدود في أثيوبيا. فقال لن أنتظر وأموب بشعبي في مصر. بل سأموب بشعبي في أديس أبابا. حسن بارك أرسل إشارات في هذا الإطار حتى فتح الرئيس مرسي ما تصرب أنه بدأ نقاش الخيار العسكري. غالبا النزاعات عندما تصل إلى حائط مسدود الكل سيخسر. أنا يعني تصوري المبدئي لابد أن يكون هناك وسطاء. وأن تلعب كل الدول دور في أن نركز على المصالح وليس على المواقف. وأن حروب المياه هي أمر خطير جدا. لا تتحمد المنطقة ولا الظرف الدولي ولا الإقليم. طيب أستاذ خالد يعني لو بالفعل حمدوك راح زار أديس أبابا. وإثيوبيا أكدت على أنها مستمرة في الخطة التي كانت أعلنها. أنا أتبدأ في ملء البحيرة في يوليو كما أعلنت. بتتوقع أنه يكون رد الفعل السوداني؟ طبعا بالنسبة للمواقف السوداني الآن هو يعني ليس متضررا بصورة مباشرة من المواقف الأسيوبي. ولكن في نفس الوقت هو يريد أن يكون هناك هدوء وتعاون في هذه المنطقة. السؤال هو إذا كان لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية بكل ثغلها وبكل يعني القواتها الدبلوماسية أن يعني تفرط أو تحاول يعني تعالج هذه القضية. بالتأكد السودان لن يكون هو في هذا المكان. وبالتالي السودان هو حيظل في هذا المواقف الداعي إلى يعني الاستيناف التفاوض من حيث انتهى وأن يصل الأطراف إلى يعني الاتفاق. لأنه الآن الاتفاق الذي يقوم على تعاون فيه مصلح لجميع الأطراف. ولكن عملية الآن الشدوى الجزب الراهنة ومحاولة فرض المواقف هذه في تقديري ربما تأدي إلى أثار عكسية. لذلك الآن نحن عندنا معادلة أن الأطراف ذهبت إلى واشنطن. واشنطن هي الطرف الدولي الأقوى. هي التي تملك أدوات ضغطة على أي طرف من هذه الأطراف. وبالتالي هي التي تملك أيضا تحريك هذه المفاوضات إلى الأمام. ولكن إذا كان واشنطن نفسها لا تملك هذا أو حتى الآن ربما ليست راقبة أو قير قادرة. بالتأكيد السودان لن يكون يملك هذه الغوة. ولكن السودان سيحاول أن يبزل مساعي حميدة لأن يكون هناك عودة للتفاوض. لأن السودان يعتقد أن هذه مصلحة في استيناف التفاوض وفي التوقيع على هذا الاتفاق. لأنه بالتالي أيضا سيقوم فوائد من هذه فبالتالي السودان حريص على استيناف التفاوض حريص على التوصل للاتفاق من التعاون ولكن المحاولة الآن الضغط الآن السودان مقرح في منطقة الضغط من الطرفين الأسيوبي والمصري ربما هذا أيضا يؤدي إلى السودان لا يكون فعالا بدرية كافية لذلك الآن حقيقة يجب أن تكون هناك نوع من التهديئة يجب أن يكون هناك تفهم للظروف السياسية داخل كل دولة الآن إذا كانت أسيوبي فعلا أبي أحمد يواجه باستحقاق انتخاب أو ربما ضغوط داخلية يجب أن توضع هذه فالاعتبال لأن هذه مسألة موضوع للسد ليس قضية فنية هي أيضا قضية جيو سياسية بامتياز وبالتالي إذا لم يكن هناك استقرار لم يكن هناك قدرة كافية لأي واحدة من هذه الدول في رمان لتحقق لأنه حقوبة أخرى يمكن أن يتغير هذا الاتفاق عودة سريعة أستاذ ياسر وتقريبا نفس السؤال في حالة استمرار إثيوبيا في الخطوات التي أعلنت عليها ورفض جميع الاتفاقات زي ما هي رفض جميع المفاوضات والاتفاقات هيكون إيه الخيارات المتاحة قدام مصر الخيارات المتاحة الواضح وتم الإشارة إليه أنه سيتم اللجوء لمجلس الأمن باعتبار أن هذا العمل مهدد للسلم العالمي والإقليمي ومصر بشكل ما هناك دعم دولي وخاصة أمريكي في تعانوت أثيوبيا ضد الوساطة الأمريكية وربما تدخل مجلس الأمن يصدر قرار بوقف بناء السد والمل فهذا خيار سريع الخيار الثاني اللجوء للتحكيم الدولي وخيار سيحتاج إلى وقت أطول ولكن أيضا مطروع على طولة المفاوضات والخيار الذي لا نحب جميعا أن يحصل أن تتاج أثيوبيا بقرار منفارد إلى ملء السد في فترة الصيف ينتج عنه حال الجفاف شديدة جدا أعتقد لن يكون أمام صانع القرار السياسي المصري تحت الضغط الكبير إلا الدفاع عن الأمن القوم المصري بشكل من الأشكال فأعتقد سيناريوهات ثلاثة واضحة إما لجوء لمجلس الأمن إما لجوء للتحكيم وفي حال التعانية الأثيوبي وخسارة كل حلفاء أثيوبيا سيكون ربما التدخل المصري الخشل له غطاء أخلاقي بعد بزل كل المحاولات بدء من عام 2015 2016 2017 في الاتفاق فقط على زيادة عيون تصريف المياه والاتفاق على زمن تخزين المياه بما لا يضر بالمصالح المصرية أعتقد الآن الموقف المصري قطع شوت كبير في التواصل الدبلوماسي العالمي أثيوبيا الآن موقفها الدولي بتعنتها وانسحابها من التفاوض أيضا يعني تحتاج إلى جهد كبير لترميم هذا الأمر وفي النهاية نتمنى أن يصوت صوت العقل ونستغنى إلى المصالح ولا يسئل إلى الموقف المتشددة بنشكورك كنت معنا من الدوحة ياسر كمال الغرباوي مدير مركز التنوع لفضل النزاعات وكنت معنا من الخرطوم خلد التجاني رئيس تحرير صحيفة إيلاف شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر